مرحبا ناتهم أوبو أخيرا دخلت السوق السعودي بشكل رسمي جابت جوالين الأول فايند اكس اللي راح أقولك لا تشتريه لإعتبارات متعددة ما الآن ما ينفع لكن الجهاز الثاني هو R17 Pro هو يعتبر من الجوالات المتوسطة بالمناسبة أكثر شي لفتني بهذا الجهاز هي جمالية الجهاز الألوان المتدرجة وصحيح أخذوها من هواوي بس طبقوها بشكل أفضل منهم النوت الصغير اللي موجودة بالأعلى اللي يسمونها قطرة الماء تفاصيل وأطراف الجهاز جميلة صراحة وطبعا اللحية اللي موجودة بالأسفل لا صح هذه مو من الأشياء اللي يعجبتني لكن لفتني أن الجهاز فيه بصمة بالشاشة بالرغم من أنه يعتبر جهاز متوسط هذا خلاني أستغرب على فكرة البصمة بشكل عام جيدة جدا تأدي الشي اللي عليها صحيح أنه تجيها بعض الأوقات اللي تأخذ وقت أطول من اللي قالت الشركة لكن إذا ما كان يهمك هذه نقطة فهي تأدي عملها بشكل كويس جدا كذلك هذا الجهاز يدعم الشحن السريع وبل السريع جدا ممكن يشحلك 40% خلال 10 دقايق بحسب أوبو كل هذه نقاط كويسة جدا 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 ومبهرة بجهاز متوسط مثل هذا ومثل الجهاز الجديدة رح تلاحظ بأنه السماعات صارت مدحوشة دحش بالأعلى صراعاته كذلك من التغييرات اللي سوها أوبو أنه ما فيه مدخل سماعات مثل الأجهزة الجديدة بالنسبة للجهاز فيه ثلاثة كاميرات بالخلف وفعليا الكاميرا الأساسية هي 12 ميجابيكسل والثانية خاصة بتصوير بوتري وتقدم لك شوية فلاتر العدسة الثالثة هي ليست كاميرا عادية هي فعليا خاصة بتصوير أي منتج عشان تصنع مجسب 3D مثل ما شفنا في جوالات سوني سابقا لكن تعالنا نتكلم عن أداء الكاميرا نفسها اللي تدعم الذكاء الاصطناعي طبعا أولا الذكاء عندهم إذا قررت من أي شيء قال لك تصوير ماكرو وما لاحظت أنه يتغير أي شيء أحسن الأشياء اللي يتعرف عليها قليلة ما هو مهم نجي الأهم هو أداء الكاميرا لما ننظر للصور خصوصا تحت الشمس فأهلم بالنتائج الممتازة لأنه معروف إضاءة الشمس تعتبر ممتازة جدا لكن تعال ننظر للصور في المباني والأماكن المغلقة تحس أن الصور فيها تفاصيل حلوة في جزء من الصورة لكن البقية قاعدين أقدم فيها التفاصيل وأداءها غريب هذه الصورة مثلا تحس أن الألوان مغسولة وهذه شغلة لاحظتها بكثير من الصور الأسود ليس أسود حقيقي وعشان تعرف اللي أكصده قارن بصورة نفسها من جوال آخر راح تلاحظ الفرق الواضح هذه الصورة أيضا عشوائية لكوب كان موجود جنبي مع خاصية العزل الموجودة في الجهاز لاحظت كيف الصورة غريبة جدا وليس جيدة وعلى فكرة عدت الصورة أكثر من مرة وما زالت نفس المشكلة نوفا 4 اللي هو يعتبر جهاز متوسط من هواوي جربته في نفس الورع قدم لي أداء أفضل بكثير لما جربته تحس صورته أوضح وتفتح النفس أكثر هذه الصورة أخرى بين R17 Pro وكذلك نوفا 4 راح تلاحظ فرق الألوان بينهم الأسود بالخلف هو أسود حقيقي أكثر في نوفا وكذلك الأحمر أفضل في نوفا وعدة تفاصيل أخرى ممكن تلاحظها في الصورة وهذه الصورة اعتبرها فوق البيعبات طوع من الأشياء الجميلة اللي أعجبتين أنه R17 Pro في خاصية التصوير الليلي هذه مثلا أول صورة من الجهازين لكن بوضع التصوير العادي ثم لما نشغل الوضع الليلي في كل الجهازين فهذا هو أداء الصورتين وتقدر تقارن وعطيني رأيك بالتعليقات بالأعلى الملخص من هذه الفقرة كلها أنه توقعت أداء أفضل من الكاميرا لما شفت ثلاثة عدسات بالخلف لكن يبدو لي أن خبرة أوبو بالكاميرات مازال ضئيلة وتحتاج تتحسن مع الوقت بالنهاية جهاز أوبو R17 Pro المفترض أن يتوفر بسعر 2600 ريال سعودي وهذا سعر بصراحة ليس منخفض لجهاز متوسط هذا الجهاز أعتقد أنه كويس جدا للناس اللي يبغون تقنيات مثل بصمة تحت الشاشة شحن سريع جدا وتقنيات كانت موجودة في الأجهزة الرائدة لكن هذا متوفرة بجهاز متوسط تقدر جربها وتستمتع فيها وخصوصا إذا كانت ما تهمك الكاميرا إذا كانت تهمك الكاميرا أعتقد أنه سيكون فيه خيارات أخرى أفضل أتمنى الفيديو يعجبك لا تنسى تعطيني لايك وتشترك بالقناة لمزيد من الفيديوهات التقنية أشوفك الفيديو القادم إن شاء الله مع السلامة